موسيقى يعني الحمد لله عيد الله يعيده على العالم كله على المسلمين وعلى العالم كله بس بدي اقولك انا اوه انا ابن سميلة اسودة هذا العيد على القلب انا ابني راشة عيد على البور الله يصفل فيهم يا رب اي عيد بس هيدا حرام نقول هيك هيدا العيد هيدا عيد ارى فرضوا علينا شو بدي احد يحكي بش نشكين نشكين الى الله كلهم نشكين الى الله انا ابني عنده شركة على البور محمود خالب مش شغلش على العالم كله خير وبركة لو كان شغل انسان عنده شركة على البور ابني اوه اخش شركة يقول لي محمود خالد على البور بيقولك اسمه ليه مثل نجبل بسماء امير باخلاق امير بصرفاته امير بصدقه بامانته بوفاقه للمجتمع حتى لكل شيء يعني التواصل بالبلد صعب كتير بسبب عدم توفر لمادة البنزين والمزوت والكهرباء ومتل ما شايفي المحل معتن اذا بدنا نشرك بالموتور 800 الف عادة مين معايد ليه احدا معايد والله يا ويلة ندفع بالبيت كهرباء يا ويلة ندفع هون كهرباء يعني مع منعاني اخدوا مني اخدوا نزل ما طلع وقفت مدلال ايام نزل ما طلع الله يشايزيهم الله يسفل فيهم هيدا 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 بيحطوه على البور هيدا باب برزق العباد باب برزق الناس الله يدمروا يدمر ولادهم وحالهم وحوالهم هالي عملوا فينا هاك يا رب بدو يشتري اكتر من هك ما فيه ولا بتحس بفرحة عيد هالي عشفنا هالي عشفنا 200 ألف و300 ألف المعيش كتير صارت غالي كتير كتير مش متل الاول نهائيا لا صراحة اساسا مين عم بيروح ندتاني بها الوضع كورونا وعضب البيت والدولار والطرقات ومظاهرات وتسكر طرقات يعني حتى الانسان نفسيا مش مرتاح اهيات فيشة بس هني شعبك هو انا عملك انا هنو الممرو باري في الثلاثين سنوات شعبك هو اللي بنأج اني باري في الثلاثين سنوات ما في شغل ما في شغل نهائيا عسعر الدولار مرة لا اجوا عيد ولا في شي بالمرة خاصة هلا الاسعار والكل شي نار ولا كأنه في ايدي انت عم تطلع هلا بالاسواق في شي عيد ابدا هلا يفرجوا ليش طيب شو السبب من الوضع الاقتصادي بها البلد ما معروف يعني شو من حصار علينا وكل شي والزعمة وانا اخر همه ما فار امام انا عايشين انه انت روح عميلي برمغ على اسوال محليات الحلويات ما حدا عمي بيها تعام عمي برمغ وشو فيه هان بربور ما حدا عم يشتري اكل مع مياك بتجيبه حلو غابت اجواء العيد في لبنان واستبدلت اجواء الفرح والسعادة بالحزن والاسى والتحسر على الماضي الجميل فترى المحلات التجارية فارغة تماما من الزبائن ليس فقط بسبب عدم القدرة على شراؤها بل لانه لا يوجد كهرباء عندهم فاضطر البعض الى اقفال محلاتهم واختصر شراء معمول العيد للناس الاغنياء والتي تمتلك في ظل الغلاء الفاحش الذي يعيشه اللبنان اليوم الاطفال محرومين من العيد واختصرت امنياتهم بالدعاء للبنان ان يرجع للماضي الجميل حيث كانت الافراح عامرة في قلوب الاطفال وفي شوارع لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر